السفينة وصلت إلى الشاطئ هكذا صرحت رئيسة المؤتمر رينالي بعد أن تجاوزت الدول الأعضاء لهيئة الأمم المتحدة انقساماتها بصعوبة من خلال محادثات غير رسمية تلتها أخرى رسمية طيلة 15 عاما فيما يخص المياه الدولية أو ما يعرف صلاحا بأعالي البحار نقاط الخلاف شملت أساسا الإجراءات المتعلقة بإنشاء مناطق محمية بحرية ونموذج دراسات للأثر البيئي للمشاريع المخططة لها هناك إلى جانب كيفية تقاسم المنافع المحتملة للموارد البحرية المكتشفة حديثا حيث أن مناطق عالي البحار تبدأ بعد 370 كم من الساحل كحد أقصى وهي لا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية من الدول إلى جانب أنها تشكل 60% من محيطات العالم فيما يخضع 1% منها فقط للحماية مصير الاتفاق بين الجنوب الفقير والشمال الغني يتوقف أساسا على مدى الإنصاف بينهما حسب الكثيرين إذ أن الأبحاث التي تجرى في أعالي البحار مكلفة جدا وهي حكر فقط على البلدان الأكثر ثراء بينما لا تريد البلدان النامية تفويت الإرادات التي تدرها الموارد البحرية التي لا يملكها أي أحد وكخطوة لبناء الثقة وتوطيد العلاقات بين الشمال والجنوب تعهد الاتحاد الأوروبي بتخصيص 40 مليون يورو للمصادقة على المعاهدة والشروع في تنفيذها إلى جانب تخصيصه 860 مليون يورو لمراقبة وحماية المحيطات أما الولايات المتحدة الأمريكية فأعلنت عن التزامات بنحو 6 مليار دولار للمضي قدوما في المشروع ترجمة نانسي قنقر